ليست أزمة الجفاف في العالم وليدة مستجدات مناخية فهي قائمة منذ قيام الإدارة الوحشية من قبل الدول الصناعية لمصادر الطبيعة على اختلاف أنواعها وتجاهل الدول الغنية والشركات الاستثمارية لأثار الانتاج غير المتوازن مع الحاجات والضرورات البشرية الدراسات الأخيرة تتحدث عن مخاطر انخفاض هطول الأمطار في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ ارتفاع الحرارة يرافقه توسع الجفاف وقسوته ما أدى إلى محاصرة مليار ونصف مليار إنسان بالجفاف خلال العقدين الماضيين وكلف الاقتصادات أكثر من 124 مليار دولار تقرير للأمم المتحدة يقول أن نحو خمس سكان العالم يعيشون في منطقة يحتمل أن تكون معرضة لخطر ندرة المياه وبحلول نهاية هذا القرن يمكننا أن نتوقع تأثر معظم البلدان بالجفاف بطريقة أو بأخرى عنوان الإجهاد المائي يلخص ما ستواجهه مناطق شاسعة من العالم مصير تصفه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بأنه كارثة عالمية لا نحتاج إلى تخيلها وهي على وشك أن تصبح الوباء المقبل